بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين انتهى بنا المطاف في الحلقة القادمة إلى أن ذكرنا أن الخطاب الثقافي الإسلامي خطاب متنوع خطاب يخاطب العقل وخطاب يخاطب العاطفة وخطاب يخاطب الفطرة لأن الإنسان له عقل وعاطفة وفطرة عقله يحركه في بعض الأحيان فيقتنع وتظهر هذه القناعة في أفعال والسلوك الإنسان وفي بعض الأحيان خطاب العقل لا يكفي لهذا الإنسان بل يحتاج إلى خطاب العاطفة لكي تتحرك هذه العاطفة وتكون محركا لعقله هناك نوع ثالث من الخطاب وهو خطاب الفطرة لأنه في كثير من الأحيان تركيبة عقل بعض الناس بسبب التربية أو بسبب الأجواء التي يعيشونها أو بسبب أسلوب الحياة تختلف عن تركيبة العقل السليم والصحيح ففي كثير من الأحيان ناس ذوي عقول ولكن عقولهم لا تسير بالطريقة السليمة أو الصحيحة وكما في بعض الروايات هناك شيء شبيه للعقل ليس العقل وإنما هو شبيه العقل يعبر عنها في بعض الروايات بالنكراء أو الشيطنة لأنه في حديث شريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما يروي الكوليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي قال العقل ما عبد به الرحمن فقال أحد الرواة أو السائل للإمام سأل عن الذي كان في معاوية الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب ذلك لم يكن عقلا وإنما تلك النكراء تلك الشيطنة هي شبيهة بالعقل وليست من العقل لأنه تدبير لكن تدبير خاطئ أسلوب لكن أسلوب غير سليم الشاهد أن تركيبة عقول بعض الناس بسبب التربية أو الأجواء التي يعيشونها تركيبة لا تتلقى المفاهيم الصحيحة بشكل سليم وإنما تتلقاها حسب الإطار التي وضعت فيه مثل الحاسوب الكمبيوتر الذي يبرمج ضمن برمجة خاصة فالنتائج تكون على حسب تلك البرمجة فإذا كانت البرمجة غير سليمة تكون النتائج غير سليمة الفرق بين البرمجة السليمة والبرمجة غير السليمة قد الجهاز يكون نفس الجهاز ولكن المبرمج برمج بطريقة سليمة أو بطريقة غير سليمة عقل الإنسان أيضا في مثالنا يشبه جهاز الحاسوب وهذا العقل قد يبرمج هذه البرمجة قد تكون برمجة خاطئة بسبب التربية أو الأجواء التي يعيشها الإنسان أو بسبب التراكمات التاريخية أو الفكرية أو أي جهة أخرى فتكون هذه التركيبة تركيبة خاطئة فخطاب هذا العقل بالخطاب السليم في كثير من الأحيان لا يؤثر لماذا؟ لأن هذا الخطاب لا يناسب التركيبة التي موجودة لعقل هذا الإنسان فبناء على ذلك نحن بحاجة إلى نوع آخر من الخطاب نعبر عنه بخطاب الفطرة وإذا شاهدنا وقرأنا سيرة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام نجد أن الأنبياء في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كانوا يخاطبون فطرة الإنسان الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها لأنه الخطاب العقلي لا يفيده الخطاب العاطفي قد لا يفيده لأنه منزوع العاطفة أو ليس ذلك الأمر من احتماماته فيأتي دور خطاب الفطرة الآن نحن في العصر الحاضر مثلا نواجه بتحدي كبير هو التحدي المتمثل في الثقافة الغربية طيب إذا أردنا أن نبين الإسلام الصحيح لهؤلاء إذا نتكلم بطريقتهم فإن هذه الطريقة طريقة خريطة عقلهم طريقة بنية عقلهم تختلف عن طريقة العقل السليم لماذا؟ لأن منهجهم يختلف اختلافا جذريا عن منهجنا إعلامهم يختلف وهذا الإعلام يركز على بعض الزوايا التي تهمهم أحد الإخوة نقل لي قضية أذكرها بين قوسين يقول هناك موسوعة ألفت حول الإسلام في الغرب هذه الموسوعة حينما جاء اسم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تكلمت حول الإمام الصادق في سطر أو سطرين وحينما وصل الدور إلى كلمة العمامة أكثر من ثلاثين صفحة خصصتها لموضوع العمامة ألوان العمامة لماذا؟ عمامة بيضاء لماذا؟ عمامة سوداء تاريخ العمامة وما إلى ذلك لماذا؟ يقول لأنه بالنسبة لهم لا يهمهم الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام ولكن يستثيرهم هذا النوع من اللباس وألوان العمامة وكيفية لفها وما إلى ذلك ذكرت هذا الشاهد لكي أبين أنه طريقة تفكيرهم تختلف عن طريقة تفكيرنا الذي يهمهم قد لا يهمنا والذي يهمنا قد لا يهمهم ولذا في كثير من الأحيان بعض الدعاة إلى الإسلام فشلوا في الغرب لماذا؟ لأنه بعض الأمور التي هي مهمة في الشرق عندنا وهم في الشرق يركزون عليها ذهبوا إلى الغرب يركزون على تلك الأمور مع أن تلك الأمور الغربيون لا يعيرون لها أي أهمية يعني في ثقافتهم لا يوجد أهمية لذلك الأمر في حين أنه بعض الأمور التي تهمهم كثيرا لا تهمنا كثيرا فإهمال هذه الجوانب أيضا يسبب ضعف الخطاب أشاهد أن تركيبة عقلهم تختلف عن تركيبة عقلنا كثيرا كثيرا وهذا أثر البيئة أو أثر الثقافة أو أثر تراكمات الأجيال السابقة وما إلى ذلك حينما تريد أن تخاطبه بعقله قد تركيبة عقله لا تتقبل الكلام العقلاني الذي أنت تذكره يعني بمعنى آخر لا توجب قناعته لا يقتنع بهذا الكلام أن تتكلم عن العفة والعفاف عشرات الساعات لعله لا يهمه هذا الأمر إطلاقا لأن تركيبة فكره تختلف عن تركيبة فكرنا فهنا مع لزوم خطاب العقل لهم ولزوم خطاب العاطفة لهم يلزم أيضا خطاب فطرتهم لأن الفطرة قد تغلف بغلاف ولكن يمكن اختراق ذلك الغلاف والوصول إلى أعماق فطرة الإنسان ونحن لو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا حتى أعتى الطغاة حينما كان الطرف المقابل يخاطبهم يخاطبهم بفطرتهم تجد التأثير البليغ ولو تأثير وقتي مثلا نشاهد أن مثلا ضرار ابن ضمرة بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دخل على معاوية فقال له معاوية صفلي علي يعني اذكر أوصافه فضرار خاف فقال أقلني فمعاوية ما قبل وقال له صفلي علي فوصف ضرار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأوصاف كلام ضرار ابن ضمرة كان يخاطب فطرة معاوية لم يكن يخاطب عقله لأنه كانت له النكراء التي هي شبيهة بالعقل ولم يكن يخاطب عاطفته لأنه لم يكن له عاطفة وقتل آلاف مؤلفة من الناس في صفين وفي غير صفين وقضاياه معروفة فهنا خاطب فطرته هذا الخطاب للفطرة مع أن معاوية كان من أعدى أعدى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقاتله في صفين وشن الغارات على أطراف حكومة أمير المؤمنين وسن سبه على المنابر بحيث أنه سب الإمام أمير المؤمنين على سبعين ألف منبر إلى زمان عمر بن عبد العزيز حيث ألغى السب ويقال أنه بعد عمر بن عبد العزيز سائر حكام بني أمية رجعوا إلى السب وقال برئة الذمة من من روا فضيلة لأبي تراب وما إلى ذلك وقبل الإسلام قبل فتح مكة عشرين عاماً حارب معاوية مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يوم بدر كان في صف المشركين إلى يوم فتح مكة حيث اضطر أن يظهر هو وأبوه الإسلام وبعد وفاة الرسول رجع إلى ما كان عليه ولكن بغلاف الإسلام فمع هذا العداء المستشري وهناك عداء تاريخي بين بني أمية وبني هاشم قبل الإسلام مذكور في كتب التاريخ ولكن مع ذلك لأن خطاب ضرار ابن ضمرة كان خطاب لفطرة معاوية هنا تأثر معاوية وبكى وصدق كلام ضرار لأن الكلام كان موجه إلى فطرته فهذه الفطرة ظهرت أو في القضية الأخرى المتوكل العباسي معروف كان ناصبياً ويشتم ويسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومرات متعددة أمر بحدم قبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأجر الماء على قبر الحسين وأمر الزراع أن يحرثوا القبر وأطراف القبر طبعاً ظهرت هنا معاجز وكرامات حار الماء الثيران لم تتقدم على القبر هذا موضوع آخر ولكن المقصود أنه بهذه الحالة من العداء والنصب تجاه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وتجاه الإمام الحسين كان له شخص يضحكه فكان يقول له أنت مثلاً علي بن أبي طالب ويتصرف بعض التصرفات غير اللائقة وهو وجماعته يضحكون فهذا الرجل بهذه الكيفية وهذا العداء والنصب المستشري في قلبه في يوم من الأيام في ليلة من الليالي أمر جلاوزته فهجموا على دار الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام مع أن الإمام الهادي كان محبوساً في سام الراء وبأمر المتوكل أخرج من المدينة وجئ به إلى سام الراء وكان تحت رقابة السلطة وسام الراء في ذلك الوقت كانت عسكر معسكر يعني الإمام كان في المعسكر تحت الرقابة ولكن مع ذلك كان يخشى ويخاف من الإمام فأرسل في منتصف الليل عليه وجاءوا بالإمام عليه الصلاة والسلام وكان المتوكل في مجلس الخمر فقال الإمام عليه الصلاة والسلام أنشدني يعني اقرأ لي أشعار وهو كان في حالة شبه حالة سكر من شرب الخمر فالإمام عليه الصلاة والسلام هنا كيف يواجه هذه الطاغية يستدله باستدلالات عقلية وهو رجل قد سكر من السلطة قبل أن يسكر من الخمر يخاطب عاطفته عاطفته ميتة رجل مليء بالإجرام لا يمكن أن تخاطب عاطفته ولا يتأثر بالخطاب العاطفي هنا الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر أبيات من الشعر ويقال أنها منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الأشعار المعروفة باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلو الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم وصارخوا من بعده تفنهم وأين الأسرة والتيجان والحلل فأفصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتلوا فالإمام بهذه الأشعار وجه كلامه إلى فترة المتوكل فلذا في لحظات زال السكر عنه سكر السلطة وسكر الخمر وارتجف من الخوف وبكى ولو أن الرجوع إلى هذه الفترة كان لدقائق معدودة لأنه الظرف الذي كان فيه والإجرام والسلطة وما إلى ذلك ما سمحت له ولأمثاله بأن يستمروا في الرجوع إلى فترتهم ولكن المقصود أنه أعتى طاغية عندما تخاطب فترته وتؤثر فيه ولو للحظات النوع الثالث من الخطاب الثقافي الإسلامي هو خطاب فطرة الناس وهذا الخطاب للفطرة يؤثر تأثير بليغ على كثير من الناس ولذا الوالد رحمة الله تعالى عليه حينما كان يريد أن يخاطب الغرب مرة خاطبه بأدلة عقلية جيد يؤثر على شريحة قليلة تخاطبه بخطاب عاطفي جيد يؤثر على شريحة أخرى أيضا ولكن الشريحة الأكبر لا يؤثر فيهم لا الخطاب العقلي ولا الخطاب العاطفي استعمل طريقة خطاب الفطرة معهم ألف كراس هذا الكراس باسم الغرب يتغير الغرب يتغير جمع فيه حوالي عشرة من أهم مساوء الغرب من الاستعمار والسلاح والفساد وما إلى ذلك وحاول في كلمات مختصرة أن يوجه الخطاب إلى فطرة الغربيين أن هذا السلاح مرة نتكلم بأنه مضر وأنه يقتل وأنه كذا ويخلف أيتام يعني نخاطب العقول والعواطف نجد أنه لم يؤثر تأثيرا بليغا فيهم لكن إذا تمكننا من الوصول إلى فطرتهم قد نتمكن ولو بعد حين أن نغير من بعض قناعاتهم خاصة قناعات شعوبهم فلذا جاء الكتاب الغرب يتغير ولو قدر لهذا الكتاب أن يسوق تسويق فكري مقصودا بشكل صحيح لأثر تأثيرا بليغا على كثير من جماهير الغرب فبناء على ذلك الخطاب الثقافي الإسلامي يعتمد على خطاب العقول ويعتمد على خطاب العواطف ويعتمد على خطاب الفطرة والقرآن الكريم جمع بين هذه الموارد الثلاث ونحن ينبغي علينا أن لا نفرط بجانب على حساب الجوانب الأخرى البعض كما ذكرنا يستشكل على المجالس الحسينية غافلا عن أنها إضافة إلى خطابها للعقول تخاطب العواطف وتأثير مجلس حسيني واحد أكثر من عشرات الندوات الثقافية في بعض الأحيان في تحريك الجمهور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نسير على نهج الرسول صلى الله عليه وآله هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بروائع الكلمات بروائع الكلمات